الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحام الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحام الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحام الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحام عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد الله أكبر ولله الحام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحام الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحام الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحال قال البخاري كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وروا إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحام الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحام الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحام عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد الله أكبر ولله الحام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحام 10. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 11. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر قال ابن رجب وأم السحباب الاكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل ويدكر اسم الله فيه أيام معلومات فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء وروا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومجلسه أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال البخاري كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهم وروا إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد